مخطط بدأت تظهر ملامحه للعلن يهدف لإحكام السيطرة على المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة وتغيير معالم فيها وفق رؤية منظمات يهودية متصرفة تتجاوب معها أقطاب في حكومة الاحتلال ما يشير إلى أن الإرهاب والدمار والخراب الذي تباينت أدواته وأشكاله حسب قرارات حكومات الاحتلال المتعاقبة ظل هدفه الأبرز تحويل الهوية الإسلامية للبلدة القديمة في القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية إلى هوية يهودية في حين تتواصل اقتحامات مجموعات المستوطنين للحرم القدسي الشريف تحت حراسة شرطة الاحتلال في ظل منع أبناء شعبنا من الدخول للحرم وفرض غرامات مالية عليهم وإبعادهم إضافة إلى الحفريات المتواصلة أسفل المسجد الأقصى والتي تسعى لإثبات الادعاءات اليهودية كشفت جمعيات صهيونية منضوية تحت ما تسمى منظمات الهيكل المزعوم عن مخطط يتضمن نحو 15 مقترحاً لترسيخ السيطرة على المسجد الأقصى على أن تطبق في المرحلة المقبلة وأبرزها فتح المسجد لليهود خلال رمضان بما يمهد لاحتفال المتطرفين بالعياد اليهودية في المسجد في الأسبوع الثالث من شهر رمضان القادم كما اقترحت المنظمات المتطرفة زيادة عدد أبواب المسجد الأقصى المخصصة للاقتحامات اليهودية وبحثت إمكانية اقتحام المسجد من كل الأبواب وخاصة ببيء السلسلة غرباً والأصباط شمالاً وزيادة أوقات الاقتحامات خلال فترة ما بعد الظهر وأغلاق المسجد أمام المسلمين في العياد اليهودية الكبيرة وتغيير اسم باب المغاربة بشكل رسمي إلى بوابته ليل وتوسعته هذه المقترحات التي نتجت عن اجتماع رسمي بين المنظمات ووزراء في حكومة الاحتلال تأتي بشكل متزام مع محاولات التدنيس للحرم ونشر وتوزيع وترويج الشعارات المتظرفة تدعو لهدم المسجد الأقصى أو نقله وبناء الهيكل المزعوم مكانه وعلى ضوء ذلك حذرت وزارة الخارجية والمختربين من المخاطر الجدية التي تتهدد المسجد الأقصى بالهدم والتقسيم المكاني في ضوء ما يتعرض له من انتهاكات متكررة وبالتزامن مع مقترحات المنظمات المذكورة التي تسعى لإيجاد أرضية لمشروع تقسيم الأقصى مكانيا وزمنيا وأكدت الخارجية أن هذا التطور يتطلب تدخلا دوليا جادا لإيقاف هذه المخططات والاقتحامات وتوفير الحماية الدولية للقدس ومقدساتها وللأقصى المبارك قبل فوات الأوان وسيد صبيح تلفزيون فلسطين